موسيقى حاليا عندي 1020 مشترك هذه قناتي على اليوتيوب متون ما كنشايفين وهلا بالتاريخ 6-5-20-20 يوم الأربعاء واليوم إن شاء الله راح نحتفل بالألف مشترك السلام عليكم ومعكم طاهر الزير وهذه قناتي على اليوتيوب 5090 مشترك يعني صار عندي 5000 صديق والحمد لله يعني أنا من ستة شهر سبعة شهر بستة خمسة عشرين عشرين كنت مساوي في فيديو عقول الحمد لله وصرت لألف مشترك هلا نحن بتسطعش اتناعش عشرين عشرين يعني بعد سبعة شهر وطلت عشر يوم تقريبا صار عندي 5090 مشترك يعني هذا جدا رقم عالي وجدا رقم كبير ما شاء الله ما شاء الله يعطيكم العافي ويعطيكم العافي ويعطيكم العافي ثلاث برات وشكرا لكم لكل واحد اشترك في القناة ويساعدني اشتراكك اذا ما لكم اشترك بالضغط على الزر الاحمر هنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل فيديو بلزله طبعا هذه القناتي اللي ما بيعرف انا اول شغلي انا بحب اخبركم انه انا ماني بمحامة يا جماعة في ناس بتسألني اشياء بفكروني انا محامة او بفكروني خبير انا ماني بمحامة انا مجرد شخص بمر بهالتجارب مثلا هذي عب بتكلم على الجنسية البريطانية للاطفال كل ما تحتاجه معرفته الجزء الاول انا زلمي هنا عب عبي على الجنسية لابني قرأت من موقع الحكومة المصادر اللي حكيت فيها في هذا الفيديو كلها تجب تامل موقع الحكومة هنا عب اخبر الناس انه انا حصت على الاقامة الدائمة وخبرتهم انه انا كيف مشيت بالخطوات حتى وصت على الاقامة الدائمة هنا نهر القرار بس هنا واحد حصت على البطاقة هنا انا عب عبي طلب لصير مدرب سواعة بحست مدة اسبوعين وثلاثة وتعذبت كثير حتى جمعت المعلومات دمشته مع بعض ونزلته عندي فيديو مدته 13 دقيقة انا زلمي عب مر بها التجارب وعب بنشره هيك على اليوتيوب لعدة اسباب واحد لفعل الخير لوجه الله تعالى اثنين في المستعبال ان شاء الله يكون عندي باب رزق هنا مثلا كيف تحصل على راتب 1000 باوند في الاسبوع الواحد يعني بالشهر 4000 باوند كنت عب تكلم على الرافعة لانتو انا بحلماكت عب تدرب على الشاحنة الجماعة اللي هوني كان عب تدرب على الرافعة كان خبروني بالاسعار الاسعار رهيبة جدا هذا يوم اللي انجحت في الشاحنة صرت اعطي نصائح كيف تنجح في الشاحنة وفي السيارة بنفس الوقت هنا كنت عب شارك تجربتي كيف حصلت على التقويم الاسنان مجانا هنا في بريطانيا وهنا كيف تحصل على 140 باوند تدفئة للبيت يعني كلها تتجارب شخصية انا هاي الفكرة حبيب وضحها لكل الناس لكل المتابعين الجدد طبعا القديم اللي عندي في القناة بيعرفني انه انا بساوي هدول تجارب شخصية لقلي بس حبيت اعود هذا الحكي هلا من شان الناس اللي نجي جديد بشان يعرفوا انه هذي كلاته تجارب شخصية لربما اصيب لربما اخطئ مرة اخرى انا بحب اشكركم جدا كثير على 5000 مشترك صراحة صار عندي 5000 صديق وهذا رقم جدا كبير والله مبسوط كثير مرتاح لك حتى مرتاح نفسيا كنت بالبداية متوتر يعني تجارب شاركة انا ورائعة جدا يجي علي عشر مشاهدات خمسين مشاهدي عم قلت انا خلاص لوجه الله تعالى رح اتركهن على اليوتيوب والناس تستفيد تستفيد ويشارك يشارك ويعلق يعلق انا التعليق واللايك هو بس مجرد بيرفع الفيديو اليوتيوب بصير بيوزعه وبينشره للناس انتي هنا بعد تحط لايك او تحط تعليق بكون انتي هنا شاركتني بالاجر الا بيجي واحد بيقول لك يا زنبي انتي ايش يصير لك هي خمسة الاف مشترك والله انا بتمنى يصير عندي ثلاثين مليون واربعين مليون ومئة مليون ليش لا ما احد بيزعل بس خمسة الاف مشترك يعني هذي انا ملتمس هذا الرقم في التعليقاتكم ملتمسه في كلامكم الحمد لله انا كلما امشي لقدام كلما اخذ لي خطوة لقدام عم لاقي حالي متوفي كثير كثير طوال شغلي برضى رب العالمين ان شاء الله يكون انا مبتعد عن جميع المحرمات ما عم ساوي اي شي محرم ان شاء الله نسأل الله تعالى كذلك ثالث شي رضى الوالدين ثالث شي لربما انتم عم تدعولي بظهر الغيب تعرفوا من الدعاء بظهر الغيب مستجاب لهيك انا معتبر هذا الرقم جدا غالي علي الشغلي مو بالرقم دمثلك ايها مثلا واحد يحمل على كتافه او يحمل على ظهره 200000 كيلو حديد وماشي واحد ثاني شي نصف كيلو ذهب وماشي ايهو ما افضل هذا الميتين كيلو حديد يعني رح يتعب ويشقه وهو ماشي الشي نصف كيلو ذهب مبسوط وماشي طبعا انا عم مثله هذا التمثيل لعدد اشباب السبب الاول انا حكيت هذه الكلمة من قبل انه قناة اليوتيوب فيها دخلك النار وفيها دخلك الجنة والله اعلم السبب لانيوتيوب فيك تقدم انت محتوى هذا المحتوى يكون فيه من المحرمات ويكون فيه شغلات يبغض الله تعالى فيه شغلات تؤدي الى فحشاء والمنكر يشوفه شخص وشخصين وثلاثة وبعدين ينتشر يصير للمئة الف ومئتين الف ومليون هذا عبء كتير كبير حتى البني ادم هذا بعد يموت رح يصير عنده سيئات جارية اما الشخص اخر من طرف اخر عم ينزل محتوى يعني مو شرط يكون دينة دعوة عم ينزل محتوى مثلا يفيد الناس يفيد الامة الاسلامية يفيد البشرية كاجمع هنا يشوفه واحد واثنين وثلاثة ومليون وكمان هذا الشخص بعد ما يموت هنا يصير عنده صدقة جارية الحمد لله انا في المحتوى بساوي استبعاد لاكثر الاشياء المضغضة اشياء المحرمية في شي مفيد بصوره ما في شي مفيد ما بصوره وهنا خاصة في البريطانيا في اشياء كتير يوحدين حكى فيها وتستفاد بقى لهيك حطيت برنامج لنفسي انه اقل الشي ثلاث فيديوهات في الاسبوع الحمد لله احيانا بننزل اكثر واحيانا بننزل اقل بس يعني المفيد المفيد وفيه شغلي انا بحب نبي عليها مهمة جدا 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 الناس بتزعل مني انه بيبعتولي رسائل على الماسنجر وانا مبرد اول شغلي انا الماسنجر فيه ضغط كتير رسائل على مر الثواني بتوصلني صراحة ما بلحي ان تخيل ان انشر فيديو صير عليه الف مشاهدي والالف بني ادم كله هدول بدي يروحوا على الماسنجر ويحكوني خاص او يطلبوا في التعليقات رقم الواتس اب طيب انا بهالحالي اذا كل حكيت مع كل الشخص اول شغلي ما رح احسي نصور فيديو جهيز فيديو وصوروه وساوي له مونتاج ونزله تاني نهار تاني شغلي ما بلحق ما بلحق انا عندي هنا شغل عندي دراسة عندي زوجي واولاد عندي بيت عندي مشترة غراض ما بلحق لا احكي مع الف شخص بالنهار انا اشياء بساوي بشوف التعليقات مثلا اربع خمسة او عشر اشخاص او خمسة اشخاص او خمسة عشر شخص نسألوا نفس السؤال هنا بساوي عليه فيديو وبنزله معناته في ناس كتير عنده نفس السؤال هدي كان هلا او كان في المستقبل هنا الناس كلها بصير افادة جماعية اما انا لكل شخص بشخص اجي احكي معي عشرة دايق او ربع ساعة والله انا بعتزم من هذا الشي ومعليش سامحوني يعني عدم مؤاخذ من هالكلمة يعني اذا اتصلت مرحق احسين رد عليك انا احاول انه افيد بشكل جماعي والله العظيم من عيوني الشغلي اللي بعرفة انا والله اللي اشاركه معكم يعني ما عندي اي سر حكيت قبل هالمرة انا ما عندي شي اسمه سر المصلحة اي شي بتسألني يا ان شاء الله وبعرف جوابه خاصة اذا كان هنا ببريطانيا يعني امور هنا اي شي بعرف جوابه بجاوبك مباشرة ما في داعي خبي عليك وما في داعي اسو اخذك يمين ويسار يمين ويسار بعطيك الاجابة الدغرية ان شاء الله بتمنى هذه الفكرة وضحتي انه ما احد يزعل مني اذا ما رديت انا اشعر بساوي عبكتب رسالة جماعية كل واحد ما يبعت لي رسالة على الماسنجر ببعت له يهب بقول له يا اخي تسألني على قناة اليوتيوب وان شاء الله بجاوبك بساوي فيديو كامل كمان بخصوص اذا السؤال مهم انا رأيت السؤال مهم ساوي لك فيديو خاص لك وبنزله على اليوتيوب وفي كثير ناس عبتسألني سؤال وبجاوب عليه بس ما بلاقي اياه انه قرأت التعليق البعض تلليا ما بلاقي قرأت التعليق يعني ترجع بتسألني سؤال ثاني على نفس السؤال على فيديو اخر طيب انا جاوبتك على الفيديو الابد يعني الحمد لله انا عب حاول لحق كمان لكل التعليقات مثل ما كون شايفين الشخص بيعلق لي بيسألني سؤال اليوم بها الليلي معي من هون لتاني نهار حتى اجاوب عليه ان شاء الله ما بيته اكثر من هيك والناس يلي ما رديت على تعليقاتهم حالتين يا اما هو يسأل سؤال قبل هالمرة وجوابته بس هو ما اطلع عليه ورجع كتب لي سؤال مرة ثاني او يا اما اليوتيوب مثلا ويلو سبام سبام يعني شيء غير صحيح يعني بس هيك مجرد هيك عاد التكرار على الفاضي وهذا بالفعل بيكون نفسي السؤالة بالها المرة ورجعت انا جوابته بتمنى انا ما حدي يزعل مني اذا ما قدر تساعده لانتو انا شخص مثل ما حكيت في البداية عب بنقول تجربة شخصية طبعا انا موضوع الاوروبيين هي ما تجربة شخصية بس انا سويت باحث عن هالموضوع وبنقلته للكم بس السؤال اجانع على قناتي انه في حملية نصب اهم انا حاولت ابحث على الموضوع وساوي فيديو فيديوهين ثلاثة عن هذا الموضوع فهمت عليه كيف؟ بس اولا واخيرا انت اي شي انا بحكيه تكون جايبه لا اما من موقع الحكومية اما تجربة شخصية اش وصارت معي بنقول قصة مش شرط طبقه متى ما طبقته انا وتنجح معك كل واحد ونصيب ولعنيته ماذا اطول الفيديو اكتر من هيك؟ السلام عليكم وعط الله وبركاته بتمنى ما احد يزعل مني السلام بايناو